تقوم آليات الاحتلال بتجريف مساحات شاسعة من أراضي قرية عينبوس بغرض توسيع مستوطنة يتسهار المقامة على قرى جنوب نابلس بتزامن مع انتداءات متواصلة للمستوطنين على السكان وطيرة متسارعة من التجريف تشهدها مناطق مختلفة من الضفة الغربية وبشكل صامت والهدف ضم أراضي جديدة للمستوطنات هذه التجريفات حتى لو لم تكن بقرار رسمي من الاحتلال إلا أنها تتم بفعل المستوطنين تحت حماية جنود الاحتلال وكانت واضحة مؤخرا في منطقة عينبوس جنوب نابلس حيث مستوطنة إتسهار وفي بلدة شوفي بالقرب من مدينة طول كرم حيث مستوطنة في حيتسي في الفترة الحالية هناك استيطان شرس ولكن بشكل صامت يتم كل مستوطنة وبؤرة استيطانية هناك يوجد بها توسع استيطاني وهناك وحدات سكنية ما يجري في عينبوس في منطقة جنوب نابلس من تجريف الأراضي قريبة من المدرسة ما يجري أيضا في بلدة شوفي لتوسيع مستوطنة أفني حيفس المقام على أراضي بلدة شوفي في طول كرم أيضا هناك عمال تجريف واضحة هذه المستوطنة تقوم بجرائم عديدة منها طبعا الاعتداء على المواطنين تكسير المنازل حرق السيارات وتم في السابق طبعا كثير من الاعتداءات في قريبة عينبوس وفي القرى المجاورة طبعا آخر الاعتداءات تمت لي هي كانت قبل أربع خمسة أيام في أثناء تجريف الأراضي الفوق في مطقة الصومعة ومش الصومعة فوق طبعا هي الأراضي طبع لقريبة عينبوس وطيرة الاستيطان المتسارعة تترافق عادة مع ارتفاع في وطيرة اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين خلال 48 ساعة الماضية كان هناك تكسير أكثر من 60 سيارة على شوارع وخصوصا في محافظة نابلس كان هناك إحراك الجرافة في منطقة عصير كبلي هجوم المستوطنين أيضا على الحي الشرقي في عصير كبلي هجوم المستوطنين في منطقة جالود واكتحام جالود وأيضا تكسير أشجار 200 شجر الزيتون في منطقة لبن وبالأمس 600 شجر الزيتون في بلدة عرابة وهي شجر مثمر وأيضا في منطقة رأس كركر في غرب راملة هناك تدمير لأبار زراعية وتكسير لأشجار وفي الصباح الباكر هناك خط شعارات واعتاب سيارات في شعفات وفي العسوية نهيك عن تجريف الأراضي والاستيلاء عليها يواصل غلات مستوطني إيتسهار وهم الأشرص في الضفة الغربية جرائمهم بحق مواطني قرية عينبوس ومختلف قرى جنوب نابلس هذه الجرائم تتنوع ما بين الاعتداء على الأشجار وتكسيرها وحرقها الاعتداء على طلبة المدارس وأيضا الاستيلاء على المركبات والآليات الزراعية من قرية عينبوس جنوب نابلس المحتلة حافظ أبو صبرة رؤيا